السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى حلقة جديدة في هنا الرياض نناقش ملفاتها وهي تالي لقاء بين نصر الله والحوثيين قبل أيام من مفاوضات جينيف ويطرح تساؤلات حول فشل لبنان في تطبيق سياسة النائب النفس وواشنطن لقاء حزب الله والحوثيين يعكس طبيعة التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط واشنطن ترفض طوق النجاة الأوروبي للنظام الإيراني وتبعاته على دول التكتل البيت الأبيض يتوعد طهران بضغوط قصوى ويحذر من إعادة سيناريوهات إدارة أوباما وتساؤلات حول مغزى الإصرار الأوروبي على إنقاذ نظام الملالي ما يجمعهما أكبر من حركات اليد ومن لغة الجسد أثناء الخطابة فمن المداراه إلى المجاهرة تحولت العلاقة ما بين الحوثي وحسن نصر الله بعد اللقاء الذي جمع الأخير بالناطق الرسمي لجماعة الحوثي على رأس وفد حوثي قبل أيام من انطلاق مفاوضات جينيف للتشوري والتنسي كما قيل العلاقة بين الاثنين لا تخفى على أحد ومرارا كررت الشرعية وأثبتت أن الحزب يدعم ويدرب كوادر الحوثي في محاولة إيرانية لاستنساخ تجربة حزب الله في اليمن وبرغم توجيه الشرعية رسالتين إلى مجلس الأمن طلبته فيها بالتحقيق في تدخلات ميليشيا حزب الله في اليمن وأخرى بعث بها وزير الخارجية اليمني إلى نظيره اللبناني احتجاجا على تدخل حزب الله في الشرعون الداخلية لليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية واكتفى لبنان حينها بالتأكيد على سياسة النائب النفس عما يجري في الدول الأخرى إلا أن هذا اللقاء ينسف كل ما قيل ويؤكد أن لبنان مختطف من ميليشيا تنفذ أجندة إيران فما الهدف من هذه الزيارة؟ وما تأثيرها المحتمل على مفاوضات جينيف؟ وما هي خيارات لبنان لمنع استخدام أراضيه منطلقا لتهديد دول المنطقة؟ ولماذا خرجت الأمور من كهف السرية إلى العالم؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها مع ضيوفنا بعد هذا التقرير النائب النفس سياسة اختطفتها ميليشيا حزب الله اللبناني كعادتها لتفرغها من مضمونها ولم لا وميليشيا الملالي تلك تضع سيادة لبنان رهينة لسلوكها وتعيق تشكيل حكومته هذه المرة كانت باجتماع زعيم الحزب الإرهابي حسن نصر الله مع وفد من ميليشيا الحوث الإرهابية بزعامة ناطق باسم الجماعة الانقلابية محمد عبد السلام دليل آخر ومتجدد على دور ميليشيا حزب الله الإرهابية المخرب في اليمن يضاف إلى أدلة سابقة كشف عنها تحالف دعم الشرعية بأن التنظيم اللبناني وبإعاز من إيران يقدم المساعدة للميليشيات الحوثية بالسلاح والعتاد والتدريب وتزويدها بأنظمة اتصالات متقدمة دمر قاعدتها التحالف في صعدة وما كان خطاب كبير إرهابيها نصر الله أواخر يونيو الماضي معلنا أمنيته في القتال بين صفوف الحوثيين باليمن إلا دليل اعتراف صوتا وصورة على عمق تورط التنظيم في دعم الحوثيين وإشعال الفتن ومحاولة إطالة أمد الحرب الدائرة في اليمن اجتماع النأى بلبنان بعيدا عن محيطه العربي وجعله محطة لوجستية وسياسية للميليشيات الحوثية الإيرانية على مرأة ومسامع الجميع دون أن تحرك الحكومة اللبنانية ساكنا اجتماع النأى به نصر الله فعلا وقولا لصالح إيران التي أوكلت مهمة دعم ميليشياتها في المنطقة إليه في ظل ما تعانيه من إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها وبدء تعرضها لعزلة دولية في وقت يحاول فيه الحزب أيضا التكيف سواء مع العقوبات المفروضة على راعيته أو عليه هو نفسه وقياداته ويكفي هنا أن الاجتماع جاء قبل أسبوعين من جولة محادثات السلام القادمة التي ستعقدها الأمم المتحدة في جينيف ما يخشى معه عدم جدية الحوثيين عند الجلوس على طاولة المفاوضات في التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية التي هم سببها برفع السلاح وانقلابهم على الشرعية وفي هذا الإطار طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بالتحقيق بتدخلات حزب الله في اليمن ونفوذه على الميليشيات الحوثية بهدف عرقلة مفاوضات جينيف في السادس من سبتمبر المقبل لبرنامج هنا الرياض شهاب شالين أهلا بكم للنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن مغزى ودلالات لقاء الحوثي نصر الله مستقبل سياسة النائب لبنان عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ينضم إلينا هنا في الستوديو الخبير الأمني والاستراتيجية الدكتور أحمد الشهري من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية دكتور نبيل عبد الحفيظ كما ينضم إلينا من باريس الكاتب والبحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي مساء الخير أهلا بكم جميعا يعني دكتور أحمد أي هدف من هذه الزيارة للحوثيين إلى لبنان واللقاء بحسن نصر الله في رأيك بسم الله الرحمن الرحيم في البداية حيك أخيم فرح وإلى الزملاء العاملين معك في الستوديو وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام ونقول الجميع كل عاما وأنتم بخير كما أني أيضا أجدها فرصة مناسبة لتقدم الوالد الإمام الأمام خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهدي الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بالتهاني والتبليكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم هذا الحج الذي يعد من أميز ومن أفضل المواسم التي مرت بتضافر جهود القيادة والشعب للجميع الشكر والتقدير سؤالك الكريم دلالة زيارة صابت الحوثي إلى صابت حسن نصر إيران في لبنان الدلالة واضحة لم تأتي لنا بجديد لأننا قد تأكدنا بما ردع مجال للشك أن العلاقة وطيدة بين هذين النظامين بدليل لأن هذه العصابات دائما لا يعترف بها إلا عصابات مثلها فلو سألت من الذي يعترف بالحوثي ككيام في اليمن سياسي لا يعترف إلا نظام حسن نصر إيران إيران واللبناني إضافة إلى النظام الملالي في طهران الذي يتبنى مثل هذه الأفكار وهو الحاضنة لهذه الفصائل وهذه المنظمات الإرهابية سواء كان في لبنان أو كان التي تعبد في سوريا أو منظمة الحوثي لذا هذه الزيارة هي طرحت سؤال قد كان يعني يخفى على كثير من الناس ما هو سبب فشل مفاوضات الكويت التي استمرت ثلاثة شهور ولماذا فشلت جنيف واحد وجنيف اثنين ومفاوضات مسقط كان البعض يعتساء لماذا زيارة عصابة اليمن إلى عصابة اليدنان جلت هذا الغموض وهذا يعطي دليل على أن هذه العصابة هي لا تمتلك من أمرها شيء ولا تمتلك قرار الحرب ولا تمتلك قرار السلام ولا تمتلك قرار المفاوضات التعليمات والأوامر هي تأتي من إيران عبر أيضا نظام حزب الله في لبنان مثلما يأتي الصواريخ وفي هذا السياق أتى اللقاء للتشاور قبل مفاوضات جنيف وكأنهم يملون عليهم البنود التي يجب عليهم أن يفعلوها وهي لا سلام لا تفاوض لا انخراط في العملية السياسية يبقى الحرب يبقى القتال بعروف هذه هي سياسة حزب الله وهذه سياسة إيران وهذا ما يراد لليمن أن يبقى ساحة حط دكتور نبيل عبد الحفيظ استمعت إلى ما قاله ضيفي هنا بالتالي أليس من اللافت خروج هذا الدعم من حزب الله للحوثيين إلى العلن بعد أن كان يتم سرا وهناك نفي من حزب الله ومن الحوثي بأنهم لا يتلقون دعما من أحد سواء من إيران أو من حزب الله بداية مساء الخير مساء النور لك ولجميع السادة المشاهدين بالتأكيد نحن نعلم منذ اللحظة الأولى أن الحوثيين هم دراع لإيران كما هم جماعة حسن نصر في لبنان دراع آخر ولكن الفارق ما بينهما أن إيران تستخدم جماعة حسن نصر في لبنان كجماعة مشرفة على الحوثيين وبالتالي في الحوثيين هنا كما يقول المثل اليمني خدام خدام بيت الجرافي وبالتالي يستمر عملية الترتيب اللوجستي والدعم الدعم المخابراتي الترتيب للتحركات العسكرية كلها تتم عبر جماعة حزب الله الإرهابي في لبنان وأثبتنا ذلك أكثر من مرة فهناك عدد من القتلى كانوا من هذه الجماعة وأيضا وقدت لدى عدد كبير من القتلى والمأسورين وهم يحملون أحزمة تحمل شعار حزب الله في لبنان وبالتالي فما هم إلا وجهين لعملة واحدة وهنا نقول على الأمم المتحدة التي وضعت حزب الله ضمن قائمة الإرهابيين أن تستمر في التعامل بنفس المنهج على أساس أن هذا وذاك هم فصيل واحد وعليه يفترض أن الأمم المتحدة الآن يجب أن تعلن الحوثيين كجماعة إرهابية كما هم جماعة حسن نصر في لبنان نعم دكتور رامي يعني لماذا خرجت الأمور من السرية إلى العلن لماذا هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا قبل مفاوضات جينيف برأيك والإعلان عنها صراحة في السابق كانت تتم الأمور بكثير من المداراة والمواراة عن الشارع العام أهلا بك أم فرح تحية رضيك ولمشاهدك الكرام باعتقادي أن هناك عدة أسباب يمكن الإشارة إليها السبب الأول هو كما ذكرت الطورات التي تحدث في اليمن خصوصا أن هناك خسائر منيت بها جماعة الحوثي الإرهابية خلال الفترة الماضية هناك تقدم لقوات التحالف وقوات الشرعية على أكثر من صعيد سواء في الحديدة أو في مناطق أخرى وبالتالي هذا يستلزم تنسيقا مع الضامن الأساسي والدعم الأساسي وهي إيران والميليشيات الموجودة وعلى رأسها طبعا ميليشيات حزب الله هذه نقطة النقطة الثانية أيضا المفاوضات السياسية وبالتالي هذا يستلزم تنسيقا أيضا مع ذلك المحور الذي تقوده إيران في المنطقة محور الميليشيات الإرهابية في العراق في لبنان في سوريا وفي اليمن المحور الثالث أيضا أو السبب الثالث هو أن حزب الله لم يعود يعبأ بشيء الآن قد سيطر على الدولة اللبنانية هناك الحكومة الآن تعمل تحت إمرأة حزب الله كما تعلم أن وزير الخارجية في لبنان الحقيقة يعبر عن مواقف حزب الله أكثر مما يعبر عن مواقف الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية الحقيقة على الأقل منذ بداية الأزمة السورية أعلنت في أكثر مناسبة أنها تنأى بنفسها ولكن عندما تقوم جماعة إرهابية باحتكار قرار الحرب السلم عندما تقوم جماعة إرهابية بدعم مباشر عسكري لبيليشيات موجودة في دول عربية أخرى في اليمن في سوريا وهذا مؤكد عندما تشارك الحقيقة بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن إيران في المعارك الدائرة في سوريا أيضا عندما تحكم سيطرتها على الواقع الأمني والواقع العسكري والواقع الإباني والواقع التصديق في لبنان سنأتي لخيارات لبنان مع سياسة النائب النفس لكن ماذا عن أهداف هذه الزيارة المعلنة وغير المعلنة برأيك ما بين حزب الله والحوثيين أنا كما ذكرت أولا التنسيق فيما يتعلق في المجال العسكري وأن حزب الله يقوم بدور عسكري كما تعرف أن الصواريخ الباليستية الموجودة الآن في اليمن والتي تمثل خطرا على الأمن القومي العربي الحقيقة هي بإداره وبإشراف مباشر من جماعة حزب الله هذه النقطة النقطة الثانية التنسيق السياسي فيما يتعلق بالمفاوضات القادمة هناك رغبة لدى الجانب الإيراني ولدى ميليشيات حزب الله الإرهابية بإطالة أمد الحرب إلى أقصى فترة ممكنة لأن ترى في ذلك استنزاف لأطراف عربية وترى ذلك استمرارا للتدخل الإيراني في المنطقة النقطة الثالثة الحقيقة أن الجماعة الحوثي الآن ربما أصبح من النقاط الأساسية التي يستند عليها الجانب الإيراني في المنطقة ولكن كما تعلم فرح فإن إيران الآن تمر بظروف صعبة لأن هناك أوضاع اقتصادية داقلية معقدة للغاية وهناك أيضا عقوبات سوف تفرض على إيران فرضت في شهر الجاري وأيضا هناك عقوبات منتظرة في شهر نوفمبر القادم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي حزب الله الآن يتقدم خطوة إلى الأمام من أجل القيادة المباشرة لتلك الميليشيات الإرهابية أتحدث عن ميليشيات الحوثي وبالتالي هذا يستلزم مزيدا من التنسيق ولكن الحقيقة النقطة فقط إسمح لي بالإشارة إليها أن بيروت الحقيقة على امتداد السنوات الماضية ومنذ بداية عملية عصبة الحزم أصبحت المركز الإعلامي والسياسي لجماعة الحوثي كما تعلم أن هناك قنوات إعلامية تابعة لجماعة الحوثي التحركات السياسية تبدأ من بيروت وهذا أمر يتنافى مع الكينون العربية للدولة اللبنانية أو كما يفترض إذا شئت وبالتالي باعتقاد أن هذا اللقاء جاء في سياقه وفي إطار ما حدث خلال الفترة الماضية نعم دكتور أحمد أنت تحدثت عن فشل جولات المفاوضات السابقة سواء في القارة سواء في الكويت سواء في مسقط أيضا سفير أحمد بن مبارك قال الحوثيون يخضعون لتوجيهات حزب الله بهدف عرقلة المفاوضات المرتقبة بالتالي يعني ماذا سيفعل مارتين غريفث وهو الذي استمات في سبيل الوصول إلى هذه المفاوضات وإن كان وصفها في النهاية بأنها يعني غير ملزمة ولكنها تسعى إلى على طريق حل قد يكون طويلا أحسنت لعلي أشير إلى نقطتين هامتين إضافتين لما تفضل به الزميلين العزيزين الدكتور نبيل والدكتور رامي ونمسي عليهم أيضا بالخير عندما يعني ننظر إلى هذا التنسيق ما بين العصابتين إذن ماذا نقرأ أو ما هي الورقة التي يجب أن يقرأها العالم هو أن هذه العصابة لم تنبت في اليمن كنسيج من يمني أو كمكون يمني يختلف مع مكون آخر من أجل اختلاف مثل ما يحدث في ليبيا مثلا إذن هنا نقول أن ما حدث في اليمن هو مشروع خارجي هو مشروع إيراني صفوي أيضا مع حزب الله وهنا تأتي يعني صواب وحكمة وحنكة المملكة العربية السعودية في إعلان عاصفة الحزم لأنه لم تكن الحقيقة ليست فقط مناصرة الشمعية كان المشروع هو استنساق حزب الله آخر في اليمن هو مشروع كبير وإقامة دولة صفوية إقامة حزب الله في اليمن وغل ذلك نستقل من عشرات السنين ودفع له مليارات ولذلك نشاهد الآن المخزون الموجود من الصواريخ ومن الأسلحة ومن الذخائر هذا يدل على أن المشروع ليس مشروع حوثي قام من جماعة حوثية وإنما هو من تخطيط وترتيب خارجي النقطة الثانية كما تفضل الزميل أن اليمن قدم احتجاج وشكوى إلى مجلس الأمن عن تورط حزب الله الحقيقة أنا أثني على هذا التصرف لماذا؟ لأنه الآن في ظل الضائقة التي تمر بها إيران تريد أن تستخدم الورقة الحوثية كورقة التفاوض لكن حتى الآن لم نشهد شيء من المجتمع الدولي قبل أسابيع كانت هذه الرسالة لم يكن هناك رد من المنتظر برأيك من المجتمع الدولي سأتيك إذن عملية اتخاذ الورقة الحوثية كورقة للتفاوض ومحاولة خلط الأوراق التي تجدها إيران قد سقطت الآن بعملية تقديم شكوى لمجلس الأمن سؤالك عن كريفث أو طبعا هو كريفث يأديها كعمل دبلوماسي وإن كنت أنا أعتقد وتعتقد الشرعية أن هذه الفاوضات قد ولدت ميته إذن لن يكون منها أي طائل بدليل لأن المشروع الحوثي ومشروع الصفوي في إيران لم ينتهي بعد هو يراد أن يستمر إلى أقصى حد ولذلك نجد الآن الهزائم التي يتحدث الآن وقتل أكثر من 15 في خلال شهر واحد من قادة الصف الأول من القادة سواء كان من السلالة أو كان من القادة العسكريين هذا هو جعلهم يفزعون إلى لبنان لاستكشاف الأمر ولطلب الدعم ولطلب المزيد وهذا يعطي دلالة قاطعة أن هذه العصابة هي يجب أن تجرم من مجلس الأمن والمتحدة كما تفضل الزميل ولكنك سألتني لماذا مجلس الأمن دقيقة في دقيقة وحدة مجلس الأمن هو منقصب على نفسه ولذلك لا يعول عليه في عملية إدانة إذن أكد لقاء حسن نصر الله وفدا من ميليشيا الحوثي في بيروت على أن أداة طهران في المنطقة حزب الله يواصل سياساته بالنأي عن النأي بالنفس في الفاصل القادم إجاز سريع للدور التخريبي لحزب الله في اليمن ثم نعود لمواصلة هذا النقاش أبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن دكتور نبيل يعني بعدما شاهدناه من دور موجز لحزب الله في اليمن أين هي سياسة لبنان النأي بالنفس عن التدخل في شون الدول الأخرى هل يملك هذا الأمر أم أنه أصبح مختطفا بالفعل من قبل هذه الميليشيا حزب الله حقيقة نحن نعلم أن أسلوب إيران في المنطقة قائم عبر هذه الأدرع على سقفين مختلفين السقف الأعلى وهو اختطاف الدولة والسقف الأدنى وهو إيجاد دولة داخل الدولة فهذا هو الوضع طبعا في اليمن هم عملوا على اختطاف الدولة وفي لبنان عملوا على أن يكونوا في حدود دولة داخل الدولة وبالتالي فالوضع اللبناني الحالي لا يوجد فيه أي نأي بالنفس هناك سيطرة لهذه الميليشيات الإرهابية وبالتالي نجد هذه المواقف السيئة والتي تخضل الأمة العربية وتخضل مواقفها نحن ننتظر أيضا في لقاء الجامعة العربية في سبتمبر المقبل سيتم أيضا مناقشة المذكرات اليمنية فيما يخص الموقف اللبناني وضرورة إيقاف مواقف ما تقوم به أعمال ميليشيات حزب الله على أساس أننا إذا كانت هذه مطالبنا الدولية فنحن نسعى على أن يكون هناك موقف عربي لإيقاف هذه الميليشيات التي أصبحت خنجر في خاصرة الأمة العربية بشكل عام نعم يعني التوجه للمجتمع العربي أو للدولي يعني أن اليمن وخاصة بعد الرسالة التي بعثها خالد اليمني إلى نظيره اللبناني يعني لا يعول كثيرا على الحكومة اللبنانية هي الحاضر الغائف في هذا الأمر ولا تملك من الأمر ربما شيء ولذلك نحن نريد موقف عربي وموقف دولي لإيقاف هذه الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية لأننا نرى أن أصبحت تهديدا غير عادي وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على الأمة العربية وليس على اليمن فقط لذلك نحن نقول أن ما قامت به المملكة في عاصفة الحزب هي أكبر رد على أن الأمة العربية لن تستسلم لهذا المشروع الصفوي وبالتالي ستقف بشكل مضاد لهذا المشروع من أجل مشروعنا العربي والتضامن العربي واتفاقيات الدفاع المشترك الذي يؤكد أن الأمة العربية لن تكون هي المشروع السهل في هذه المنطقة طيب دكتور رامي ما هي خيارات لبنان في منع استخدام أراضيه منطلقا لتهديد دول المنطقة يعني هل يملك من الأمر شيئا وبالنسبة للتوجه للدول العربية أيضا يعني ما هي خياراتها في إيقاف هذا التدخل من قبل حزب الله برأيك حقيقة لا توجد خيارات كثيرة بالنسبة للحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية الحقيقة لبنان منذ عام 2008 عندما قامت الميليشيات الإرهابية باحتلال بيروت وهو يخضع بشكل كامل لتوجهات تلك الميليشيات على الأرض سواء في انتخاب الرئيس حيث كما تعلم فرح بقي ذلك لسنوات إلى أن تم الانتخاب بموافقة حزب الله الحقيقة أن هناك مربعات أمنية في أبسط تعريف الدولة بأنه توجد حكومة تسيطر على أراضي ذات حدود معترف بها دوليا الدولة اللبنانية هناك مناطق خارج سيطرتها سواء مناطق زراعة الحشيش أو المربعات الأمنية التابعة لحزب الله أو حتى منظومة اتصالات خاصة بحزب الله الحقيقة أن الحكومة لا تستطيع أن تفعل الكثير لا بل أن الحكومة ليس لديها موقف منسجم ومتناسق رئيس الحكومة يعبر عن موقف ووزير الخارجية يعبر عن موقف آخر الحقيقة يبدو وضعا شاذا تعيشه لبنان وبالتالي على الدول العربية أن تحمل إما أن تكون لبنان أن تحمي أراضيها وأن تمنع التدخل في شؤون الآخرين أو أن تتحمل مسؤولية ما يقوم به حزب الله ليس من المعقول أن هناك ميرشيات إرهابية من جهة تتدخل في شؤون الدول الإقليمية ومن جهة أخرى تكون جزءا في حكومة معترف بها عربيا ومعترف بها دوليا خصوصا أن جماعة حزب الله هي جماعة مصنفة إرهابيا سواء لدى الدول الغربية أو لدى المجتمع الدولي بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية لذلك بالفعل الحالة اللبنانية هي ذات وضع شاذ الحقيقة أن الحكومة اللبنانية بالرغم من أن بعض مسؤوليها وليس كلهم بالمناسبة يعلنون سياسة النائب النفس ولكن هم يقومون بشهادة زور على ما يقوم به حزب الله على الأرض لا بل أن الحكومة اللبنانية جندت نفسها للدفاع عن حزب الله ولدفاع عن مواقفه وحتى للدفاع عن إيران كم من مرة في مجلس الجامعة العربية هناك محاولة لاتخاذ قرارات لإدانة إيران ولإدانة الإجراءات التي تقوم بها الأحزاب الإرهابية في المنطقة ويقف وزير الخارجية اللبنانية بالضد من ذلك الحقيقة هذا الوضع غير معقول وغير مقبول لا من الناحية السياسية ولا من الناحية المنطقية ولا حتى من الناحية القانونية كيف يمكن لحكومة توجد فيها ميليشيات تشارك في الحكومة ثم تشارك في زعزعة استقرار الدول العربية الأخرى دون أن تتحمل مسؤولية ذلك يجب أن يكون هناك موقف عربي أولا ثم موقف دولي يحمل الحكومة اللبنانية إما أن تعلن أنها غير قادرة وأن حزب الله ليس جزء من الحكومة أو أنها تتحمل مسؤولية ذلك طيب يعني لبنان عضو في الجامعة العربية اليمن الآن يتحول للجامعة العربية للبحث عن موقف طالما أن الحكومة اللبنانية عاجزة أو شبه عاجزة عن كبح جماح حزب الله بالتالي ما المنتظر من الدول العربية برأيك؟ الحقيقة لبنان الذي هو عضو في الجامعة العربية ليس موجودا الآن على الخريطة الحقيقة غير موجود بدليل أنه لا يملك السيادة ولا يملك السلطة الكاملة على أرض بدليل أن هناك تحت السيادة اللبنانية من يملك جيش ومستعد أنه يتدخل ويتدخل في سوريا بأكثر من 30 ألف شخص وهو الآن يتمنى أن يذهب إلى اليمن ويقاتل ولديه مواردها المالية فيه نقطة مهمة جدا كما ذكر الزميل وهو أن الدول العربية يجب أن تتقد إجراء مع الحكومة اللبنانية الموجودة الآن في إيران حدود 35 ألف لبناني تحويلاتهم لا تزيد عن 500 مليون بينما في الوطن العربي أكثر من نصف مليون لبناني تحويلاتهم أكثر من 135 مليار إذن يجب علينا أن نتساءل هذه إما أن تذهب هذه المئة 35 مليار التي تأتي من خارج يختار إما إيران أو الدول العربية إما تذهب إلى تنمية لبنان واستقرار لبنان وسيادة لبنان أو أنها تتجاه إلى دعم حزب الله أيضا هناك الورطة لأنه عفوا لمقاطع يعني الولايات المتحدة قالت بأنه لقاء حزب الله والحوثيين يعكس طبيعة التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط نحن لا تحدث فقط عن اليمن نيكي هالي قالت أن وكلاء إيران في لبنان واليمن يشكلون خطرا على السلام والاستقرار الإقليمي بالتالي كل الدول العربية مهددة من هذه الميليشيات المدعومة إيرانية وليست الدول العربية في حسب ولكن أوروبا وأمريكا وهذه كلمة الملك عبد الله رحمة الله عليه قال إذا لم يلتفت العالم الغربي وأمريكا إلى مكافحة الإرهاب فسوف تكون مدنه وعواصمه هدفا وبالفعل أصبحت الآن الأحداث التي تحدث في بلجيكا وفي أمريكا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي بريطانيا كل هذا بسبب تراخي العالم الغربي في ماذا؟ في كبح هذه الإصابات إذن أنت ترى أن هناك خيارات أمام هذه الدول العربية لإيقاف حزب الله آن الأوان إما أن يكون لبنان دولة مستقلة تحمي ترابها واستغلالها وتسيطر على السلاح الموجود على أرضها وإما أن يكون خارج الوطن العربي ويصبح هو بذحد ذاته منظمة إرهابية خارج نسيج الوطن العربي أو مختطف من إيران مثلما أيضا اختطفت بعض الأنظمة طيب أختم معك دكتور نبيل عبد الحفيظ يعني هناك تكيف أو محاولة تكيف من قبل حزب الله مع العقوبات الإيرانية أيضا العقوبات على أعضاء الحزب ربما قلل هذا الأمر من هامش المناورة لدى الحزب يعني بالتالي هل على اليمن أن يقلق من دور مستقبلي سواء في تهريب السلاح مع المنع والسيطرة الجوية والبحرية لتحالف دعم الشرعية أو في تدريب أعضاء حزب الله هل على اليمن فعلا أن يقلق من هذا الأمر أم أن خيرات المناورة أصبحت بالنسبة لحزب الله حتى وإن كان يحاول إظهار غير ذلك لكنها أصبحت محدودة طبعا القلق موجود بشكل أو بآخر لأن هذه الميليشيات الإرهابية مارست أعمال الحرب في سوريا مارست أعمال اختطاف الدولة وإيجاد دولة داخل الدولة في لبنان وبالتالي تمتلك إمكانيات كبيرة تعمل على تدعيم الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن وهنا نقول أن العملية التي تمت من التسعينات في القرن الماضي لتجهيز هذه الجماعات في اليمن على أساس تكون دراع آخر لإيران شملت عدة جوانب شملت ترتيبات الجوانب الإعلامية والتغطية الإعلامية لهذه الميليشيات الترتيبات اللوجستية فيما يخص الأعمال الاستخباراتية أيضا ترتيبات فيما يخص عمليات التدريب للعمليات العسكرية تشمل أيضا عمليات تقوم بها الآن في اليمن من خلال التدريس والتوعية لما يسمى المذهب الاثنان عشر الذي لم تعرفه اليمن في أي فترة من فترات التاريخ نعم إذن هناك خطورة على أكثر من مستوى على الجانب العسكري على الجانب الثقافي على الجانب الاجتماعي نحن نقول أن خطر ميليشيات حسن نصر في لبنان أصبحت عبارة عن ألغام في الحاضر اليمني والمستقبل اليمني نحن منذ بداية عملية أصفة الحزم كان شعارنا الوحيد هو استعادة الدولة وهو الخيار الذي لا يمكن أن نتنازل عنه لا يمكن أن نقبل بوجود ميليشيات تشكل دولة داخل الدولة وسنناضل بكل حياتنا من أجل إيقاف هذا الخطر داخل الدولة اليمنية ضيفنا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية دكتور نبيل عبد الحفيظ شكرا جزيلا لك وستدنك دكتور أحمد ودكتور رامي في البقاء معنا لمناقشة ملفنا الثاني في هنا الرياض والذي نتابع بعد فاصل قصير دعم رمزي من أوروبا لإيران وواشنطن تندد وتتوعد وتساؤلات حول مغزى الإصرار الأوروبي على إنقاذ نظام الملالي في ظل خروج جماعي لشركات الأوروبية من إيران ترجمة نانسي قنقر 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 المساعدات الأوروبية لطهران رسالة خاطئة في توقيت خاطئ والحديث هنا للممثل الأمريكي الخاص لإيران براين هوك في نبرة تعكس الغضب الأمريكي من قرار التكتر الأوروبي منح النظام هناك مساعدات تنموية بأكثر من 20 مليون دولار خطوة أوروبية وإن كانت رمزية إلا أنها بلا شك مثيرة للجدل خصوصا وسط كل العمل الدولي للتحييد الدور الإيراني وتقليم مخاطر في المنطقة والعالم حيث أشارت واشنطن إلى أن هذه الأموال ستعزز الاغتيالات حتى في أوروبا بل إن الخطوة طرحت العديد من علامات الاستفهام وسط سؤال كبير يقول لماذا تصر أوروبا على إنقاذ نظام الملالي الموقف الأمريكي الأخير جاء أيضا في خضم ضغوط غير مسبوقة بإدارة الرئيس ترامب على إيران حيث توعد في هذا الإطار مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون النظام الإيراني بضغوط قصوى إذا لم تمتثل طهران للمطالب الأمريكية مشددا وبوضوح بأنه على إيران أن تفهم أنها لم تحصل يوما على أسلحة نووية قابلة للاستخدام الخطوة الأوروبية تجاه طهران أعادت إلى لهذهان سياسات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والذي تهاون مع النظام الإيراني تجاه الضغوط السياسية وتسببت سياساته بإنقاذ الانهيار الاقتصادي فيها عدة مرات وهو ما يضع الكرة مجددا في ملعب الأوروبيين فإما تضييق الخناق على منبع الإرهاب وإما الاكتواء من جحيمه الذي لن يستثني أحدا رسالة خاطئة في توقيت غير مناسب هكذا جاء رد الولايات المتحدة على قرار الاتحاد الأوروبي منح إيران نحو 20 مليون دولار تشمل مساعدات للقطاع الخاص وذلك ضمن حزمة أوسع بقيمة 50 مليون دولار كان الاتحاد خصصها لتهران في ميزانيته وطلبت واشنطن بروكسل بدلا من ذلك بالعمل من أجل وضع حد لتهديدات تهران للأمن العالمي وحذرت على لسان ممثلها الخاص لدى إيران بريان هوك من أن هذه المساعدات تعمل على إدامة قدرة نظام الملالي في إهمال احتياجات شعبه بل والقيام بعمليات اغتيال في الدول الأوروبية أما نظام الملالي فلا يزال يعيش على أوهام الضمانات الأوروبية إذ صرح وزير خارجيته جواد ضريف أن تهران لا تزال تنتظر أن تتحرك أوروبا فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني وحماية العلاقات المصرفية أوهام تتعلق تهران بأحبالها البالية وهي على يقين وبإقرار ضريف أن أوروبا ليست على استعداد لدفع ثمن تحديها للولايات المتحدة بشكل فعلي وبين مطرقة أمريكا وسندان إيران يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا فهو مضطر للالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران وفي الوقت نفسه يجاهد من أجل الحفاظ على مصالحه التجارية والاقتصادية بمحاولة إعادة إحياء اتفاق مات إكلينيكيا بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وعلى الأرض يؤكد الوقع إعلان الوفاة فقبل أيام انسحبت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال رسميا من مشروع بمليارات الدولارات في إيران وحدت حذوها شركة سيمينز الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية وفي أحدث الانسحابات جاءت شركات الخطوط الجوية البريطانية بريتش إيرويز والفرنسية إيرفرانس والهولندية كيل إيم بتعليق رحلتها لإيران في سبتمبر القادم ما يعني تفاقم أزمة إيران الاقتصادية بشكل أكبر في خضم غضب شعبي على تدهور أوضاعه المعيشية وتفشي الفساد في أركان البلاد لبرنامج هونالرياض حازم السيد لمناقشة هذا الملف الخاص بالمساعدات الأوروبية لطهران ودلالة توقيتها نواصل مع ضيفينا هنا في الاستوديو الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري ومن باريس الكاتب والبحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي دكتور أحمد بالنسبة لهذه المساعدات وهي جزء من مخصصات بخمسين مليون يورو قيل بأنها مساعدات تنموية لطهران لماذا تصر أوروبا على إصال هذه المساعدات لإيران وفي هذا التوقيت تحديدا؟ هذا يعطي مؤشر ويعطي مظهر من مظاهر الانقسام الذي يحصل في مجلس الأمن الذي أنا ذكرت في بداية حديثي لأن هناك الآن انقسام بين العضاء الفيتو يعني تلاقي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في جهة وأيضا روسيا روسيا في جهة أخرى وفي أمريكا إذن هؤلاء المجموعة التي كانت تمتلك القرار السياسي وتمتلك القرار الأممي الفاعل في حل قضايا العالم هم الآن منقسمون على هذا الوضع ولذلك تجد أن هذه المساعدة الرمزية كما تفضلتم هي عقوق للولايات المتحدة الأمريكية والتي هي صاحبة الاقتصاد الرقم واحد في العالم وعندما قررت أن توقع هذه العقوبات على إيران فهي تعني ما تقول وقد حذرت أن أي دولة أو أي شركة تتعاول أو تحاول أن تقيم علاقة مع إيران ستكون أيضا هي محل العقوبات طبعا الشركات بدأت بالخروج كما تبعنا وحتى شركات الطيران أوقفت رحلاتها البريطانية الفرنسية الهولندية لكن لماذا هذا العقوق للولايات المتحدة؟ أوروبا كانت تريد أن تناكف أمريكا في الاستمرار في الملف النووي ومع ذلك لم تستطيع السيطرة على شركاتها الداخلية يعني هي فشلت حتى في إدارة شريعة الداخلية يعني تلاقي شركة توتال وشركة سمنس وشركات الألمانية وشركات الطيران كلها أغلقت أبوابها وغادرت إذن لم يبقى إلا الحكومات فكأن هذه الحكومات تريد أن فقط تناكف وكأنها تريد أن تقول نحن هنا ومع ذلك لن تستطيع الاستمرار لأن الاقتصاد في أوروبا هو الذي يسير الحركة السياسية وما لم تعود الحكومات إلى الالتفاف مع الولايات المتحدة الأمريكية في التوجه إلى محاربة الإرهاب فرنسا قبل أي يومين فيها جريمة ألمانيا تتعرض أوروبا تتعرض إذن هذا الانقسام الأوروبي لا يخدم أوروبا أصلا طيب دكتور رامي هل أصبحت هذه الورقة إيران يعني لعبة بيد الأوروبيين يستخدمونها كمناكفة سياسية ضد واشنطن خاصة بعد ما حصل أخيرا بين ترامب وقادة الاتحاد الأوروبي من شد وجذب وهناك يعني عقوبات أو هناك ذرائب تفرض على الواردات من قبل الاتحاد الأوروبي بالتالي كان هذا التحرك وكأنها رسالة للولايات المتحدة أم أن الأمر بالفعل أكبر من ذلك الحقيقة مفرح يمكن إلى حد ما تفسير الوضع كما ذكرت بأن هناك مناكفة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فيما يتعلق بملف الإيراني يمكن تحديث عن شق قيد الحقيقة الشق الأول هو شق التفسير بمعنى أن الاتحاد الأوروبي ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في رسم الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية والسياسية فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط بالرغم من وجود خلافات هنا وهناك ولكن لم تصل إلى هوة كبيرة كما حدث الحقيقة مع إدارة الرئيس جنان ترامب وبالتالي هناك صفحة جديدة تفتح في العلاقة ما بين ضفتي الأطلسي ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الآن في هذه المرحلة حيث هناك حالة من الفطام الأوروبي عن السياسة الأمريكية وعن الدعم الأمريكي فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والعسكرية والخلافات الاقتصادية القائمة ما بين أطرفين أوروبا تحاول أن تبني سياسة أوروبية مستقلة لذلك الحقيقة نشهد أن هناك إشارات متناقضة تصدر عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعن دول الاتحاد الأوروبي فيما أشرت إليه من أن هناك مساعدات يتقدم الآن إلى أجانب الإيراني ولكن في نفس الوقت الحقيقة الشركات الأوروبية تنسحب من إيران وبالتالي هناك سياسة متناقضة في هذا الإطار هناك أيضا الحقيقة الشق الثاني إذا شئت وهو القدرات الأوروبية الحقيقة أن هناك مسألتين أساسيتين أو ثلاثة مسائل هي التي تحكم قدرة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أولا لا توجد هناك منظومة مصرفية خاصة بالاتحاد الأوروبي تمكن من التعاون الاقتصادي ما بين الدول الأوروبية والجانب الإيراني لأن المنظومة المصرفية العالمية تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية لذلك لا تستطيع لا الدول ولا الشركات أن تنشئ علاقات اقتصادية قوية مع الجانب الإيراني هذه هي النقطة النقطة الثانية أن أوروبا أيضا لا توجد لديها منظومة عسكرية وأمنية مستقلة وبالتالي هي ما تزال حتى الآن بالرغم من أن هناك محاولات خلال الأشهر القليل الماضية لإنشاء منظومة عسكرية مستقلة ولكنها فشلت في ذلك الحقيقة فيما يتعلق برسم الجانب الثالث سياسات مستقلة أيضا هي تفشل في ذلك لذلك نشهد تلك الإشارات المتنقضة من الجانب الأوروبي ولكن في نهاية المطاف باعتقادي أن أوروبا غير قادرة على ملء الفراغ الذي تركته انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وليست قادرة على تلبية المطالب الإيرانية بأن تعاوضها أوروبا عن الخسائر الاقتصادية والأكثر من ذلك أن العقوبات الاقتصادية التي تفرض الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون حاسمة الحقيقة في الضغط على النظام الإيراني لذلك أوروبا الحقيقة موجودة فيها الزاوية دكتور رامي هذه الأمور التي ذكرتها المنظومة مصرفية ليس هناك بالنسبة للدول الأوروبية ولا عسكرية ولا سياسات مستقلة هل هذا الأمر يبعد تماما ما قاله مراقبون من أن أوباما تهاون مع طهران تجاه الضغوط وسياساته تسببت بإنقاذها ذلك الحين من الانهيار عدة مرات بالتالي هذا الأمر ليس واردا أن يتكرر لا أعتقد أن هناك إمكانية لأن تتغير أو أن تتكرر السياسة الأمريكية أنا لا أقصد السياسة الأمريكية لا أقصد هم ربطوا ما بين الخطوة الأوروبية بأنها أعادت للأذهان ما مارسته إدارة أوباما بالتالي حتى لو استمر الدعم الأوروبي في ظل ما ذكرته بليس هناك منظومة عسكرية ولا قرار سياسي مستقل ولا مصرفية فلن تتكرر موضوع إنقاذها من الانهيار عدة مرات كما حصل في عصر أوباما أنت محق تماما مفرح بأن أوروبا على الأقل لا تمتلك الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط عندما كانت هناك سياسة أمريكية تحاول التقرب من إيران في عائدة الرئيس السابق باراك أوباما فكان هناك إطلاق ليد إيران في ملفات كثيرة من الملف السوري من الملف العراقي ومنها حتى الحقيقة ما حدث في اليمن ولكن أوروبا لا تمتلك هذه الوسائل على سبيل المثال دعنا نحطي مثالا بسيطا تمت الدعوة قبل عدة أيام إلى اجتماع قمة سوف يجري في تركيا ما بين ألمانيا فرنسا روسيا وتركيا ولكن اليوم أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية بأنها لن تشارك لأن أوروبا تدرك بأنها لا تمتلك الأدوات الموجودة على الأرض لذلك مهما حاولت أوروبا لا يمكن أن يتكرر السيناريو الذي شهدناه في عهد الرئيس باراك أوباما للأسباب التي ذكرناها من عدم قدرتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية على الوقوف بوجه السياسة الأمريكية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط لا بل حتى في مناطق أخرى حيوية بالنسبة للجانب الأوروبي الذي ما زال يعتمد على حلف الناتو حيث الموضوع الأكبر والقوة الأكبر فيه الولايات المتحدة الأمريكية نعم يعني ليس هناك منظومة مصرفية ولا عسكرية مستقلة ولا سياسات أوروبية قد تؤثر هل هذا الدعم وإن استمر من قبل الأوروبيين يضر أوروبا ولا ينفع إيران ولن ينقذها أبدا أحسنت أنا أشبه هذا الدعم الذي جاء من أوروبا لإيران كمن يلقي حبلا صغيرا لانتشال جملا من قاء البير لأنه هذا خمسين مليون أمام عملة منهارة يعني في الحضيض وأمام اقتصاد متهاوي وأمام ثورة شعبية داخل النظام الإيراني وأمام حصار وأمام الآن عملية طرد وكنس المنظمات من سوريا إذن خمسة مليون هذه هي لا تشكل شيء وإنما هي أيضا وضعت أوروبا في موقف حقيقة يعني حرج أمام الحليف الأمريكي أنا أعتقد أن السياسة المصرفية والسياسية التي تدير أوروبا في الوقت الحاضر هي أصبحت سياسة تابعة الكثير من الضبابية أمام كل الملفات سواء الأزمة اليمنية ملف أوروبا ضبابي وغير شفاف الحقيقة أمام الأزمة السورية أيضا فيه نوع من الغموض وغير واضح من الاتفاق النووي أيضا غير واضح من وضع لبنان غير واضح من الإرهاب التي هي تكتوي بناره من سنوات لم نشهد من أوروبا الآن قرار حازم ضد الإرهاب بل بالعكس نشاهد أحيانا دعم يعني كثيرا من مواقف أوروبا وتحديدا بريطانيا من الحوثيين الحقيقة يثير التساؤل يعني يتعاطفون أو أحيانا يعني يصدقون ما تقولها بعض المنظمات الحقوقية التي تستقي التقارير من الحوثي وكأنها الحقيقة بينما الشرعية والتحالف العربي يقدم الأدلة الواضحة البينة ومع ذلك لا يتخذ فيها قرار حتى موضوع الناقلة عندما استهدفت في البحر الأحمر لم نشاهد تحرك أوروبي ولم نشاهد إلا شجب خجول من فرنسا إذن الحقيقة الموقف الأوروبي على جميع الأصعدة في الوقت الحاضر وفي الحكومات الحالية هو لا يقدم لا المجتمع الأوروبي ولا السياسة الدولية وهذا نعكس بالضرورة على قرارات مجلس الأمن التي لم تعد تقدم أي حلول لأي أزم من أزمات الوطن العربي طيب دكتور رامي وفي أقل من دقيقة يعني جون بولتون توعد النظام الإيراني بضغوط قصوى إذا لم تمتثل المطالب الأمريكية هل يمكن أن تمتد هذه الضغوط القصوى إلى الاتحاد الأوروبي برأيك نشهد عقوبات جديدة على الاتحاد الأوروبي لتعامل حكوماته مع إيران الحقيقة نحن ننتظر بالفعل شهر نوفمبر القادم حيث هناك الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ويتوقع الحقيقة على النطاق واسع أن تكون هذه العقوبات مؤثرة وبشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني لا بل أن مجرد الوعد بهذه العقوبات قد أدى إلى انهيار في العملة الإيرانية وإلى حالة اقتصادية متردية وبالتالي إيران الحقيقة تنتظر فترة قادمة صعبة للغاية خصوصا مع تحركات داخلية ومظاهرات تتم في الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة التي اززاد وضعها سوءا خلال الفترة القادمة هل يمكن أن تكون سواء الإجراءات الأوروبية أو غيرها أن تمكن إيران من تلافي هذه العقوبات وتمكنها من تجاوزها باعتقادي أن هذا أمر مستبعد للغاية على الأقل هذه العقوبات سوف تؤثر على دعم إيران للميليشيات الموجودة في المنطقة لأن ذلك سنزف الاقتصاد الإيراني نحن نتحدث نفرع نقطة أخيرة عن حوالي 30 مليار قدمت فقط إلى الميليشيات العاملة على الأرض السورية وبالتالي متوقع أن تكون العقوبات القادمة مؤثرة بشكل كمير لكن الاتحاد الأوروبي هل يمكن أن نشهد عقوبات أمريكية باتجاه بروكسل وباقي الدول؟ باعتقادي أن ربما على صعيد الدول ربما يكون هناك ولكن هذا احتمال بعيد ولكن المؤكد تماما أن إذا ما حاولت أي شركة أوروبية أن تتجاوز تلك العقوبات وأن تذهب للتعاون مع إيران فإنها سوف تفرض عليها عقوبات كبيرة وقاسية وهذا الحقيقة ما تدركه الشركات الأوروبية لذلك شهدنا هذا الانسحاب قبل هذه الشركات شكرا لك الكاتب والبحث السياسي دكتور رامي الخليفة العلي من باريس وشكر لك أيضا الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور أحمد الشيري ولحضورك معنا هنا وشكر موصول لكم مشاهدين نلتقي غدا في حلقة جديدة من هنا الرياض في أمار الله موسيقى